ترأس سعادة الدكتور ناجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس الرابع والاربعين وقد رفع المجلس تهانيه الى جلالة عاهد البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الغزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية وقدم المجلس الشكر والتقدير الى مجلس يمناء جامعة البحرين بمناسبة تحقيق الجامعة عددا من الانجازات على الصعيد الاكاديمي ما يؤكد الجهود التي بذلت لتطوير اداء الجامعة كما قدم رئيس جامعة الخليج العربي نبذة عن مستوى التقدم في انجاز مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية حيث اشد المجلس بالجهود لمتابعة هذا المشروع الحضاري الكبير الذي يعكس مستوى التعاون الوثيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وفي ضوء التقارير والمذكرات المرفوعة من الامانة العامة ناقش المجلس المذكر بشأن اولويات التعليم العالي في المرحلة القادمة والمقترح تضمينه في برنامج عامل الحكومة للفترة ما بين 2019 حتى 2022 بناء على ما جاء في الملتقى الحكومية 2018 ارش عمل تطلعات المستقبلية لهذا البرنامج والمتضمن مبادرة توظيف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة القطاعات الأخرى واطلع المجلس على المذكر بشأن تنفيذها للقرار الخاص بالتعميم على مؤسسات التعليم العالي بالتقدم بطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي كما احيط المجلس علما بالطلبات المقدمة من عدد من مؤسسات التعليم العالي للحصول على هذا الاعتماد كما ناقش المجلس المذكر بشأن تقاريرها الخاصة بمتابعة مؤسسات التعليم العالي في ضوء تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب المتعلقة بفحص ومراجعة عدد من البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كما اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للائحة البحث العلمي بما يحقق الفائد المرجوة في تعزيز البحث العلمي في تلك المؤسسات والارتقاء بها هذا وطلع المجلس على ملاحظات ديوان الرقابة الإدارية والمالية حول أعمال مجلس التعليم العالي ووجه الأمانة العامة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الملاحظات خلال الفترة الزمنية المحددة مجلس التعليم العالي العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف الارتقاء بمسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين كما قدم مجلس التعليم العالي الشكر إلى مجلس أمنا جامعة البحرين وكذلك إلى مجلس الجامعة وابنائنا الطلبة على النتائج المشرفة التي وصلت إليها جامعة البحرين على صعيد التصنيف العالمي كما طلع مجلس التعليم العالي على سير العمل في مدينة الملك عبدالله الطبية والخطوات التي ستتم على هذا الصعيد مشيدا بهذا الإنجاز التعليمي الذي يجسد ويعبر عن العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بحث المجلس أيضا موضوع الدراسة المكثفة ووضع الآلية اللازمة لها على أن يرفع تغرير بهذا الخصوص في الاجتماع القادم وأقر أيضا اللائحة البحث العلمي واطلع أيضا على اللائحة الرياضية الخاصة بالأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات بهدف تشجيع الرياضة الجامعية وأقر أيضا تعينات خاصة بعدد من الجامعات ولا شك أنه كان هذا الاجتماع اليوم اجتماعا مهما ناقش الكثير من النقاط ومن ضمنها موضوع استراتيجية المجلس خلال الفترة القادمة على صعيد التعليم العالي والارتقاء به لأن التعليم العالي يشكل عصب التنمية وهناك آلية سوف ترفع من الأمانة العامة للمجلس مع الإجراءات اللازمة التي تبين نقطتين تفعيل استراتيجية التعليم العالي واستراتيجية البحث العلمي وأيضا حتى تكون البرامج المقدمة في مؤسسات التعليم العالي تتناسب مع متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين